اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة انه يمكن من وحشية الحرب في غزة واحنا بنشعر انه العالم قبل ما يحدث في السابع من اكتوبر مش هيستمر بنفس الوقت القوى الدولية ستتغير الشعوب وحركات الشعوب والتفاهمات ما بين الشعوب هتتغير وده ببتدينا نشوفه بالفعل وانه اسرائيل يعني بمفهومها التقليدي في نظر الشعوب الغربية والشعب الامريكي كمان على وجه التحديد الناس تدت تعرف الحقيقة الناس تدت تعرف الوجه الحقيقي لهذا الكيان الصهيوني المحتل الغاشم لكل السنين اللي فاتت دي وكل المجازر اللي حصلت اعتقد واتمنى انه الدنيا ما تستمرش بهذا الحاج من الظلم الغاشم علي هذا الشعب الف الاسطيني قليلا نتحدث عن ما يحدث كمان من ازدواجية للمعايير في الدول الغربية وامريكا على وجه التحديد وازاي بيكيلوا بمكيالين تلاقيهم خارجين في تصريحات بيتحدثوا عن حقوق الانسان اللي اعتقد انها نهارت بشكل كبير مسألة حقوق الانسان وانه هم كانوا دايما بيباعون الكلام ده بالنسبة لنا كشرق اوسط ما بقناش يعني حنسمع من مسؤول غرب يتحدث عن حقوق الانسان لانه ببساطة هو بيرى حقوق الانسان الا اذا كان هذا الانسان فلسطيني لا يرى لي حقوق قليلا نتحدث بشيء من التفصيل معه ضيفنا ننورنا النهاردة فيه للستوديو الكاتب الصحفي جمال الكشفي رئيس تحرير الاهرام العربي وعضو مجلس امناء الحوار الوطني اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك حالك شايف ازاي العالم قبل 7 اكتوبر وبعد 42 يوم من هذه المحرقة السهيونية كتحركات على المستوى الدولي وايضا على مستوى الشعوب شوف خلينا نقول لحضرتك انه طبعا قبل 7 اكتوبر العالم شيء وبعد 7 اكتوبر العالم شيء اخر لانه ما حدث ما حدث اه يعني انا مش عايز اتكلم بقى فكرة انه ازدواجية لا هو اسرائيل وجهة لامريكا وجهة لاوروبا وانه نفس جدوى الاعمال اسرائيل هو جدوى الاعمال الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وغيره وانه لولما انه فيه هناك متغيرات وضغوط على الرئيس الامريكي بايدن وداخل الانتخابات وزارة الخارجية البيت الابيض ويعني هناك ضغوط لما كانت هناك ايه يعني تعديلات في التصريحات او في اللغة بتاعت حتى امريكا او اوروبا بالاضافة لانه هناك ضغوط اقتصادية عليهم وضغوط شعبية والشعوب هناك يعني احنا تابعنا نبرة الشعوب الاوروبية والامريكية واعلاء صوتها تؤثر على حكومتها تؤثر بشكل قوي لكن خلينا اقول لحضرتك انه احنا امام تحول حقيقي تحول حقيقي المكسب الحقيقي انه في هذا الحرب انه باتت القضية الفلسطينية على الطاولة وده كلام مش انشائي وانه بات الامر لا يحتمل انه اي كلام واي حديث عن يعني فلسطين او اسرائيل من دون الاقرار بحل الدولتين خذوا بالحضرتك وحل الدولتين هما بيقولوه وبيطالبوا بيه الرئيس الامريكي بيطالب بيه اوروبا بيطالب بيه الامم المتحدة من سنة 4 القرار 181 القرار 194 القرارات كل القرارات بتؤكد على طب ما هيه لكن في النهاية بات الان بات ما حدث الان في 7 اكتوبر يعني امر واقع وانا تتصوري ان هذه الحرب من اهم وهذه الجولة الخامسة من اهم الجولات التي رسخت حتمية واهمية انه يعني اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع منينو 67 طيب الدولة المصرية ادراكت ذلك وانا عايز اقول لحضرتك انه هنا يعني ادراكت اهمية او ادراكت الرسائل الخطيرة والاخطار الاسرائيلية من يعني من هذه الحرب وما تهدف عليه وما تخطط الي حكومة اليمين المتطرف وتعاملت معها بشكل قاطع وخلينا اقولك كده يعني ببساطة شديدة جدا انجاز الكلام ده في السياسة والتعبير ده في السياسة الموقف المصري تعامل بشرف بشرف وبصدق مع هذه القضية وبالتالي كان واضح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الاولى التقط خيط هذه المخططات وتعامل معها واكد على السوابت اكدت القاهرة على السوابت المصرية تجاه القضية سواء على المستوى التاريخي او على مستوى منع تصفية القضية الفلسطينية او التهجير القصري او فكرة نقل المقاومة من غزة الى سيناء يعني الهدف الابعد او حتى فيما يتعلق بشطب القضية الفلسطينية او شطب فلسطين مع الخريطة خدي بال حضرتك معيش عايزة اقف من حضرتك عند النقطة دي الدبلوماسية المصرية وحديك هنا بتتحدث عن الدولة المصرية وطريقها ومعركتها الكبيرة امام هذا الكيان السهيوني اللي بيروي للعالم رواية مختلفة ازاي مصر ممكن تحرص تقدم الآن في هذا المشهد الصعب الحقيقة شوفوا المشهد صعب لكنه خد بال حضرتك التاريخ فيه حاجات كتير ولازم نقف قدامها حتى لو مش معنى انك تنتصر عسكريا معناها انك تنتصر سياسيا افتكري معايا الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك ولا يوجد إلى الان انتصر عسكري يمكننا الحديث عنه بقولك حتى لو هم بيفكروا أنا بقولك كل السيناريوهات ولم يحقق شيء وانه يعني حتى استمراره في الاحتلال وفي القصف وفي الضرب وفي التدمير والتخريب ده ليه؟ لانه لم يحقق ناصر هو لم يجد ثمار يعود بها إلى شعبه عندما تدعيت واثرت البيع على الاقتصاد الاسرائيلي وغيره وبالتالي هو يعلم تماما انه يمتلك شجاعة اليأس شجاعة اليأس وانا في تصوري بن يمين نيتنياه هو انتهى لكن المسألة مسألة وقت له ظروف مشاكل كبيرة جدا تتعلق حتى من قبل 7 اكتوبر بخلافات مع شعبه مظاهرات كانت بتطلع ضده ضد الاستحق القضائي تزايدت بقوة بعد 7 اكتوبر انت بتتكلمي عن ناس يعني لديها غضب كبير جدا بسبب الأسرة والرهائن وضحاياهم وبالتالي هم الآن يجرون الاستطلاعات خلال الساعات الأخيرة عشرات الاستطلاعات تؤكد انه آن الأوان ولم يعد للإسرائيليين رفاهية احتمال شخص مثل نيتنياه أو حكومته وبالتالي هنا عملية استطلاعات من الذي يصلح لديهم إذن نيتنياه والحكومة المتطرفة انتهت طب معنى ده إيه؟ معنى أنه لن يكون هناك في العالم لن يكون هناك في العالم مساحة للتطرف لأنه هذه التجربة يعني في تصوري فشلت التجربة الحرب من الجانب الإسرائيلي فشلت لأنه الشجاعة والقوة اللي تقتل المدنيين وتقتل الأطفال والنساء والعجائز هو يريد تنفيذ مخطط لبقائه أطول فترة ممكنة لكن خلينا أقول لحضرتك أنه حتى لو تصور لي وتخيل لي أكملك الجزئية أنه انتصر عسكريا فهذا لا يعني الوقت المتحدة الأمريكية تفوقت على فيتنام عسكريا ولكنها خرقت سياسيا تحدث في أفغانستان كان متفوق عسكريا ولكنه خسر سياسيا وبالتالي هنا يعني العالم أصبح أمام حقيقة واقعية ولا تقبل القسمة على وجهات النظر أولا مصر استطاعت أن تقنع العالم وخلي بالك من حاجة خلينا أقول كل منذ اللحظة الأولى منذ السابع من أكتوبر ورجع معايا ونراجع مع بعض كل الاتصالات التي أجراها السيد الرئيسة صحيح اللقاءات في قمة السلام لسان عواصم العالم هو لسان واحد أنه إسرائيل تدافع عن نفسها إنما هذا تغير أقولك على حد وهنا الدبلوماسية المصرية لعبت دورا كبيرا العالم كله بتكلم بالمصطلحات المصرية صحيح اللي هو إيه لا للتصفية القضية الفلسطينية إنه لا للتهجير القصري ضرورة إيه حل الدولتين طب ده تأثير مصري وتأثير مصري قوي وراسخ وقائم على ثوابت لا يمكن التنازل عنها واتكلم إحنا الرئيس عبد الفتح سيبي يخاطب كل 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 الزعماء وقادة العالم ووزراء خارجية الأمريكا ورئيس ومدير الاستخبارات الأمريكية وكل الزيرات ونفس نفس الخطاب هو نفسه الذي تابعناه في قمة القاهرة للسلام ونفسه الذي تابعناه في القمة العربية الإسلامية في الرياض وبالتالي هنا إحنا أمام خطوات يعني أحرزنا خطوات مهمة ربما ربما تظهر نتائجها على الأرض خلال القادم الأيام أو الفترات المقبلة عنوانها السابت والحقيقي هو أنه لا بديل عن حل الدولتين ولا بديل وأدرك العالم أنه لا يمكن شرط بالقضية الفلسطينية مهما كانت سمن النهاردة الفلسطينيين يعني يعني الحالة التي عيشها الأشقاء الفلسطيني والشعب الفلسطيني هي كلها يعني تدور حول فكرة إقامة الدولة وأنه بدأ الكلام الأكيد حول أنه منظمة التحرير هي المنظمة الجامعة وأنه لابد من كيان وطني يقرر الحرب ويقرر السلام وأنه لا يمكن إقامة هنا وده كلام يعني لازم لازم نقوله لازم نأكد عليه أنه لا يمكن أنه أن تكون هناك في دولة فلسطينية بدون غزة ولا يمكن أن تكون هناك غزة بدون دولة فلسطينية صحيح ويمكن يعني كل الحقائق التاريخية بتؤكد هذا وبتؤكد أنه استمرار إسرائيل اليوم في هذه الحرب وهذه الإبادة الجماعية لا يتنافى مع ما يطلبه الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني الحق الواضح منذ يعني أكثر من 70 عاما 75 أكثر من 75 عاما وإحنا نرى يمكن حتى مشاهد مستشفى الشفاء مشاهد الدموية والاقتحم من مستشفى الشفاء هذا الكيان الطبي أكبر عمره أكبر من دولة إسرائيل يعني ده في ناس فلسطينيين عمرهم أكبر من دولة الفلسطينية يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه ما يفعله نيتنياه هو وقت مستقطع يعني طالة الحرب أو قصرة الحرب لابد أن تكون هناك هدنة لابد أن يكون فيه وقف لإطلاق النار كيف طار الأيام القادمة كيف طار الأيام القادمة الأيام القادمة يعني في النهاية لابد أن تكون لها نهاية أي حرب في الدنيا لها بداية لكن في النهاية يعني لابد أن تصل لنتيجة لابد أن تصل إلى نقطة للتفاوض وتجلس على طاول التفاوض مهما كان التمن ومهما كانت الخسائر لكن في النهاية هناك محطة تصل إليها من المتسامات التي حصلة عالميا وفي الداخل الإسرائيلي هل ستقبل إسرائيل الآن على الموافقة على هدنة على الموافقة على الجلوس لطاولة المفاوضة شوف في النهاية أنا يعني في النهاية أعتقد أنه إن لم تكن هناك يعني حكمة عالمية أمريكية وأوروبية وده مفتقد يعني ولكن لابد أنا أتصور أنه إحنا أمام عالم هيكون يتشكل بتوقيت غزة خذ بالحضرتك عالم ونظام عالمي يتشكل بتوقيت الحرب على غزة لأنه اتساع دائرة الحرب وهنا برضو مصر والكيادة السياسية المصرية حذرت من اتساع الحرب واتساع الحرب هنا أنت بتعيدي ترتيب البياضق على رقعة الشطرانك من جديد وبالتالي أنت تخش يعني في حروب ربما وأنفاق وسيناريات مفتوحة ربما غير محددة النهاية ولكن يعني أنا في تصوري أن الضغوط المصرية والجهود المصرية الكبيرة سواء الدبلوماسية والدبلوماسية الرئاسية على مستوى العربي وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي نأمل يعني إن شاء الله أنها تقود إلى يعني هدنة ثم يعني وقف اطلاق النار ثم مفاوضات ثم الإمساك عند العمود الصلب والقلب الصلب له وهي القضية القضايا القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين وإقامة دولة على أربعة يونيو حدود سواء عاصمتها القدس الشرقية وأنه بأكد لك أنه مهما طال الزمن لن يكون هناك بديل مهما حاولت إسرائيل نتنياهو عندما تسكت المدافع والبناضق سيعود إلى يعني نهايات مختلفة ربما تكون درس قوي للإسرائيليين قبل أي حد ونتذكر دائما أنه كل احتلال إلى زوال بإذن الله أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي وعضو مجلس أماني الحوار الوطني حضرتك شرفتنا النهار دي فندم شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات شكرا لحضرتك يا فندم ساعدت بصحبة حضرتكم النهار دا دايما أشوفكم على ألف خير تصبح على خير شكرا للمشاهدة